اشتركوا في القناة هذا المقرر له ساعتان محتمدتان أما الساعات اللقاء هنا ستكون ساعة واحد اسبوعيا يوم الاثنين من كل اسبوع الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة العاشرة والربع بإذن الله نتقي في هذا الوقت مواضي هذا المقرر إن شاء الله سيكون منزال على المنتدى المقرر المواضي الكامل وكذلك هم المراجع في هذا المقرر أيضا أيضا إن شاء الله سيتم إنزالها على منتدى المقرر بإذن الله تعالى أما في هذه اللقاءات لأن وقتها محدود فنبدأ مباشرة بالمحاضرات والدروس الأساسية في هذا المقرر ونبدأ باللقاء اليوم في هذا المقرر وفي هذا اليوم إن شاء الله نتحدث عن عناصر موضوعات الحلقة أو عناصر اليوم إذا كان هناك سؤال بيان ممكن أن تسألي عبر التشات إذا عندك سؤال ممكن أن تسألي عبر التشات بإذن الله تعالى ونجيب على السؤال العزيز والاستفسارات التي حضرين معنا المحاضر ممكن تكون عبر التشات وإن شاء الله سنجيب عليها كنفس المحاضرة أنا سأبدأ مباشرة ذكرت أن إن شاء الله بإذن الله تعالى مفردات المقرر وأهم المراجع والبحوث هؤلاء كل المراجع والمصادر جميعها سيتم تحميلها على منتدى المقرر طيب موضوع محاضرتنا اليوم هذه المحاضرة الأولى من بين ثماني لقاءات في هذا المقرر بإذن الله تعالى عندنا الموضوع الأول في هذا اللقاء هو التصميم المنهج للبحث العلمي واثنين شروط البحث العلمي ثلاثة الهدف من البحث العلمي أربعة مراحل البحث العلمي خمسة الاستراتيجية والتيكتيك في تصميم البحث ستة اختيار مشكلة البحث وصياغتها سبعة ملاحظات وتعليقات عامة وثمانية أسئلة مخترحة ومراجعة طبعا في نهاية كل محاضرة إن شاء الله سنطرح بعض الأسئلة عليكم مع إجاباتها إن شاء الله سنطرح بعض الأسئلة مع الإجابات على هذه الأسئلة طيب التصميم المنهج للبحث العلمي التصميم المنهج للبحث العلمي بدأ أن نعرف البحث العلمي ما هو البحث العلمي البحث العلمي هو الدراسة العلمية المنظمة لظاهرة معينة باستخدام المنهج العلمي للوصول إلى حقائق يمكن توصيلها والتحقق من صحتها البحث العلم هو دراسة علمية يعني هو الاحتماد على أساليب علمية هذه الأساليب العلمية تعتبر هي أساليب علمية منظمة مرتبة منصقة هذه الأساليب تكون لظاهرة معينة ونستخدم في البحث العلمي المنهج العلمي بغرض الوصول إلى حقائق يعني أي بحث علمي في النهاية يوصلنا إلى حقائق وهذه الحقائق يمكن أيضا التحقق من صحتها يعني يمكن يكون في بعض المعلومات أو بعض النتائج أو بعض الافتراضات يمكن التأكد من صحة هذه الافتراضات يعني في فروض في البحث يمكن التحقق من صحتها هل هي صحيحة أو غير صحيحة دائما أي بحث يكون لديه فروض معينة ففي نهاية البحث نحن نجيب على هذه الفروض هل هذه الفروض صحيحة أو غير صحيحة فعموما البحث هو عبارة عن دراسة علمية منظمة نستخدم فيها المنهج العلمي للوصول إلى حقائق نستخدم فيها المنهج العلمي للوصول إلى حقائق طيب فيما يخص التصميم المنهج للبحث العلمي هو عملية اتخاذ قرارات قبل ظهور المواقف التي ستنفذ فيها هذه القرارات تصميم المنهجي يعني البحث العلمي يحتاج إلى تصميم هذا التصميم هو عبارة عن اتخاذ قرارات قبل ظهور المواقف يعني قبل ظهور الحقائق أو النتائج التي ستنفذ فيها هذه القرارات فهذه الغرارات ستنفذ في مواقف معينة فيمكن أن نتخذ غرارات قبل ظهور هذه المواقف يمكن أن نتخذ هذه القرارات ونتوقعها قبل حدوثها طيب عندنا شروط البحث العلمي شروط البحث العلمي شروط البحث العلمي هي خمسة شروط شروط البحث العلمي هي خمسة شروط واحد تحقيق اهداف عامة غير شخصية يعني دائما البحث العلمي من شروط انه يحقق اهداف عامة يعني ما اهداف شخصية ما رغبات شخصية فدايما الباحث العلمي يجب ان يتخلص من النزعة او الرغبة الشخصية او الميولة الشخصية في البحث العلمي البحث العلمي لازم يكون فيه حياد الباحث لازم ان يكون محايد فتحقيق اهداف عامة غير شخصية هي واحدة من شروط البحث العلمي الشرط الثاني أن تكون المشكلة ذات قيمة علمية أو دلالة اجتماعية عامة أي بحث يعالج مشكلة معينة فالمشكلة هذه هي محور البحث وهي أساس البحث فأي بحث علمي أنت تريد أن تقوم بإعداده أو أنت غرأت هذا البحث تجد أن هذا البحث العلمي يعالج مشكلة معينة هذه المشكلة يجب أن تكون ذات قيمة علمية أو دلالة اجتماعية عامة يعني تكون عندها دلالة اجتماعية أو عندها أثر اجتماعي في المجتمع فمشكلة البحث يجب أن تكون لها قيمة علمية هذا هو الشرط الثاني مشكلة البحث يجب أن تكون ذات قيمة علمية الشرط الثالث استخدام المنهج العلمي في الدراسة أي بحث لا بد أن يستخدم المناهج العلمية المناهج العلمية طبعا البحث عنده منهج علمي عنده قالب يجب أن يتبع اللي هو من ضمن هذا القالب مشكلة البحث وأهداف البحث ومنهج البحث وفروض البحث وأسئلة البحث هذه كلها أساليب علمية ففي منهج علمي معين يستخدم في البحث العلمي فالبحث العلمي لكي يكون بحث علمي من ضمن شروط استخدام المنهج العلمي في الدراسة استخدام المنهج العلمي في الدراسة لا بد أن نتبع الإسلوب العلمي وإن شاء الله يمكن أن نتطرغ لبعض المناهج في البحث العلمية في هذا المغرب كذلك الالتزام بالحياذ والموضوعية وأنا ذكرت في البداية في أول شرط ذكرنا تعقيق أهداف عامة غير شخصية وذكرت أن الباحث لا بد أن يكون محايد لا بد أن الباحث يكون محايد هنا اجد الشرط الرابع وذكر أنه الالتزام بالحياذ والموضوعية يعني البحث لازم يكون موضوعي تتناول في بعض موضوع واحد يعني ما تخرج من الموضوع إلى خارج موضوع البحث لا تخرج عن موضوع البحث إلى أشياء جانبية ليست لها علاقة بالبحث وأيضا في هذه الأشياء لابد أنك تلتزم الحياذ أنت كباحث لازم أنك تكون محايد لا تميل إلى شيء معين بناء على رغبتك الشخصية كذلك من شروط البحث العلمي رغم خمسة الاستعانة بالأدوات والمقاييس هذه الأدوات مغالبا تكون أدوات إحصائية يعني دائما البحوث العلمية ممكن تستخدم فيها الأدوات الإحصائية أدوات جمع المعلومات أو جمع البيانات كالاستفيانات مثلا هذه أداء لجمع البيانات وأيضا المقاييس يمكن أن نستخدم مقاييس كمية ومقاييس نوعية أيضا هذه هي يمكن أن نستعين بها في كتابة البحث العلمي هذه هي شروط البحث العلمي الخمسة طيب الهدف من البحث العلمي يعني لماذا نحن نكتب بحث علمي ما هو الغرض من كتابة البحث العلمي البحث العلمي عنده هدف معين طيب الهدف من البحث العلمي الهدف الأساسي من البحث العلمي هو الوصول إلى الحقيقة العلمية يعني نحن نريد أن نصل من خلال هذا البحث إلى حقيقة علمية إلى نتيجة علمية هذه النتيجة العلمية استخدمنا فيها الأساليب العلمية للوصول إليها فهدفنا الأساسي من أي بحث علمي هو الوصول إلى الحقيقة العلمية الوصول إلى الحقيقة العلمية أيضا كذلك البحث يزعى لتقديم إضافات جديدة أي بحث لا يضيف شيء جديد لا يعتبر بحث وأي بحث لا يحل مشكلة معينة لا يعتبر بحث فالبحث يعالج مشكلة معينة وفي نفس الوقت البحث يضيف ما هو جديد للعلوم سببا كانت علوم طبيعية أو كانت علوم إنسانية أو مهما كان نوع هذه العلوم فالبحث لا بد أنه يضيف إضافات جديدة لهذه أو لهاليل للعلم بصفة عام كذلك الإضافات تختلف من بحث لآخر إعلان الإضافات تختلف على حسب نوع البحث وهناك بحث يسعى وراء حقيقة علمية فالشخص يريد أن يحقق نتيجة علمية لم يسبق إليها أحد يعني شخص ممكن الآن عندنا مثل جائحة كورونا ممكن شخص يسعى إلى معرفة أو طريقة كيفية انتقال فيروس كورونا وشخص آخر يسعى لكيفية اكتشاف لقاح لعلاج كورونا فهذا يكون من خلال بحث علمي يمكن أن تكون الإضافات تختلف وفيه شخص يريد أن يثبت معلومة أخرى في معلومة يريد أن يثبتها أو ينفيها فكل شخص عنده هدف معين في بحث العلمي وأيضا هناك باحث آخر يسعى إلى التحقق من صدق بعض النتائج النتائج توصل إليها غيره من الباحثين يريد أن يتحقق من صدقها هل هي صادقة أو لا يعني صحيحة أو غير صحيحة صحيحة أو غير صحيحة طيب مراحل البحث مراحل البحث مراحل البحث هي ثلاث مراحل مراحل البحث هي ثلاث عند المرحلة الأولى هي مرحلة تحضيرية وتسمى بالمرحلة النظرية والمرحلة الثانية هي المرحلة الميدانية وتسمى بالمرحلة العلمية أو العملية تسمى بالمرحلة العملية وعندها المرحلة الثالثة التي تسمى بالمرحلة النهائية تسمى بالمرحلة النهائية طيب المرحلة التحضيرية أو المرحلة النظرية هذه هي المرحلة الأولى وتشمل إبراز الفروض والأعدوات يعني في هذه المرحلة التحضيرية نحن دائما نختار مشكلة البحث ونكتب فروض البحث وأدوات جمع البيانات وطرق جمع البيانات هذه تسمى مرحلة تحضيرية أو نظرية هذه تكتب فقط تكتب بأسائل جمع البيانات فروض مشكلة البحث أهداف البحث هذه كلها مسميها بالمرحلة الأولى ودائما تكون عبارة عن عملية تنظرية يعني كلها تكتب على الأوراق أما في المرحلة الثانية المرحلة الميدانية وهي تسمى بالمرحلة العملية وتشمل جمع المعلومات والملاحظات يعني الشخص يريد أن مثلا يحتبر في مجال الزراعة مثلا يريد أن يختبر مرض معين ظهر على أشجار النخيل فهذا الشخص ينزل إلى الحقول وإلى المزارق لكي يجمع المعلومات عن هذه الأشجار هل فيها إسفرار هل فيها إمرار هل فيها عدم اكتماء النمو هل فيها عدم إسهار إلى آخرين ففي هذه الحالة المرحلة الميدانية الشخص ينزل لنفسه إلى الميدان محلة دراسة علمية ويجمع المعلومات التي يحتاجها على حسب المعلومات يمكن شخص ينزل إلى المستشفى لكي يراغب التغيرات على المرضى بفايروس كورونا ممكن شخص آخر ينزل إلى مكان الإنشعات المعمارية لكي يتعرف على آثار الزلازل التي أصابت بعض المناطب فهذه كلها إذا أنت نزلت إلى الميدان محل الدراسة تسمى هذه المرحلة بالمرحلة العملية المرحلة العملية أنس أول إذا عندك أي سؤال ممكن تسأل عبر الشات مرحبا بك يا أنس أول ونسألت باستفساراتك عبر الشات إن شاء الله سنجيب عليها في المحاولة الله يحظ أنك رافع يدك طيب المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة النهائية وهذه مرحلة الوصول إلى نتائج هذه مرحلة الوصول إلى النتائج يعني المرحلة الأولى نوضح كيفية كتابة البحث العلمي وفروض البحث العلمي ومشكلة البحث وأهداف البحث إلى آخرين المرحلة الأخرى اللي هي النزول للميدان بغضة كتابة جمع المعلومات وجمع البيانات والملاحظات وهذه المعلومات والبيانات التي تم جمع في المرحلة الثانية تخضع إلى تحليل ودراسة إحصائية في نهاية نصل بها إلى نتائج نصل بها إلى نتائج وهذه النتائج تكون هي إجابة على الفروض التي وضعناها في المرحلة الأولى تكون هي إجابة على الفروض إما أن نثبت صحة هذه الفروض أو ننفي صحة هذه الفروض طيب عندنا اللي ما يسمى بالاستراتيجية والتكتيك في التصميم اللي هي الاستراتيجية والتكتيك في تصميم الوسائل البحث العلمي وادوات البحث العلمي وحتى تصميم منهج البحث العلمي طيب نحن الآن نعرف ما هي الاستراتيجية وما هو التكتيك الاستراتيجية تشير إلى القدرة على التفكير في المشكلة تفكيرا شاملا يهدف إلى وضع خطة عامة أو تنظيم شامل للبحث يعني أنت كأنك وضع خطة كاملة للبحث في الأسبوع الأول ماذا تعمل في الأسبوع الثاني ماذا تعمل في الأسبوع الثالث كيف تعمل في المرحلة النظرية ومتى تعمل في المرحلة المدانية وكيف يتم تنفيذ المرحلة المدانية ومتى تبدأ في المرحلة الأخيرة النهائية وكيف تحصل على النتائج إلى آخرية يعني تضع تصور كامل وخطة عمل كاملة لهذا البحث هذه تسمى بالإستراتية المتبعة في البحث العلمي أما فيما يخص التكتيك هو الاستخدام الصحيح للوسائل المتاحة لتحقيق الهدف نحن عندنا وسائل متاحة عندنا وسائل يمكن نستخدم في هذا البحث العلمي هذه الوسائل المتاحة كيف نستخدمها بصورة صحيح كيف نستخدمها بصورة صحيح استخدام الوسائل بصورة صحيحة من أجل تحقيق الهدف هذا يسمى بالتكتيك هو الاستخدام الصحيح للوسائل المتاحة من أجل تحقيق هدف البحث نحن نتحدث عن البحث العلمي وكيفية تحقيق هذا الهدف طيب عندنا الخطط الاستراتيجية والتكتيكية في التصميم الخطط الاستراتيجية دائما تساعد على تعيين المراحل الكبرى للبحث المراحل الثلاثة التي ذكرناها سابقا تساعد على تعيينه وعلى تحديده وعلى بداية العمل فيها ونهاية العمل فيها يعني الإنسان إذا عمل بخطة معينة تستطيع أنك تنجز في وقت وجيز وتستطيع أنك تنظم وقتك وتستطيع أنك تنجز المهام البحثية المختلفة في وقت محدد ولا يكون الوقت مفتوح يعني إذا كان الوقت مفتوح من كل الانسان كل مرة يوم الإنسان يقول لا تترك هذا في الأسبوع القادم وأترك هذا اليوم قادم وأترك هذا للشهر القادم وأترك هذا إلى أن أحصل على الإجازة السنوية إلى آخرين فالخطة الاستراتيجية إذا انضبطت في الخطة الاستراتيجية تستطيع أن تنجز طيب عندنا الخطة التكتيكية الخطة التكتيكية تساعد على مواجهة المواقف العملية أثناء جمع البيانات تساعد على مواجهة المواقف العملية أثناء جمع البيانات والتصرف في هذه المواقف سواء كانت مواقف متوقعة أو غير متوقعة تصرفا سليما يعني أنت أثناء أنك تعمل على البحث العلمي ربما أنك تواجهك بعض المشاكل هذه المشاكل لما أنك تكون متوقعة ووضحتها في الاحتبال في الخطة السراتيجية أو ربما أنها تكون غير متوقعة تكون هذه المواقف غير متوقعة فكيف أنك الخطة التكتيكية أو الخطط التكتيكية بيساعدك في مواجهة هذه المواقف سوى أن كان أنت وضعت لا حل مسبغا أو أنت أصلا كنت لا تتوقع هذه المشكلة وظهرت عندك فالخطة التكية تساعدك في مواجهة هذه المواقف والخروج منها بصورة سليمة وأنك تتعامل معها بصورة صحيح تتعامل معها بصورة صحيح هذا فما يخص الاستراتيجية والتكتيب في تصميم البحر العلمي طيب اختيار مشكلة البحث وصياغتها اختيار مشكلة البحث وصياغتها طيب مشكلة البحث احنا اولا نتعرف على مشكلة البحث ماذا نعني بالمشكلة وذكرنا أنه لأي بحث مشكلة هو لازم البحث أنه يعالج مشكلة حقيقية ولا بد أنه يضيف ما هو جديد للعلوم طيب مشكلة البحث هي عبارة عن موضوع يحيط به غموث يعني شيء غير ظاهر أو مشكلة البحث هي عبارة عن ظاهرة تحتاج إلى تفسير أو قضية تكون موضع الخلاف يعني يمكن يكون واحدة من هذه الثلاثة وممكن يكون يخرج منها فممكن مشكلة البحث هي عبارة عن شيء يحيط به غموط موضوع يحيط به غموط أو ظاهرة تحتاج إلى تفسير أو ربما أنه هو قضية تكون موضع خلاف قضية موضع خلاف هذه هي مشكلة البحث هذه هي مشكلة البحث يعني هي شيء يحتاج إلى معالجة إن كان موضوع يحيط به غموط فإنك تحتاج إلى كشف هذا القنوط وإزالته وإن كانت ظاهرة تحتاج إلى تفسير فإنك تعمل على إيادة تفسير العلمي لهذه الظاهرة تحتاج إلى التفسير العلمي لهذه الظاهرة وإن كانت غضية تكون موضع خلاف فيحتاج إلى وضع رأي علمي صريح وواضح يساعد في حل هذا الخلاف طيب عندنا أيضا في المشاكل العلمية عندما يسمى المشكلة الاجتماعية لأن هذا المحاسبة هي تعتبر واحدة من العلوم الاجتماعية هي واحدة من العلوم الاجتماعية إذا افترضنا أن ما هي المشكلة الاجتماعية المشكلة الاجتماعية هي موقف يحتاج معالجة إصلاحية وينجو مع ظروف المجتمع أو البيع الاجتماعية ويستلزم تجميع الوسائل والجهود الاجتماعية لمواجهته وتحسينه مشكلة اجتماعية مشكلة اجتماعية يعني هي ظاهرة في المجتمع مشكلة موجودة في المجتمع هذه المشاكل هي الآن معرفة من جانب اجتماع علمي أو من جانب علم الاجتماع لكن المخصوص بالمشكلة الاجتماعية هي أي مشكلة تخص المجتمع إذا كانت مشكلة محاسبية فهي تخص المجتمع وإن كانت مشكلة إدارية فهي تخص المجتمع وإن كانت مشكلة اقتصادية فهي تخص المجتمع فبالتالي المشكلة بصفة عامة ممكن نقول إذا كانت هي اجتماعية يمكننا القول بأنها موقف يحتاج إلى معالجة إصلاحية طبعا هذا الإصلاح إصلاح علمي هذا الموقف ينجم عن ظروف المجتمع والبيع الاجتماعية ويستلزم تجميع الوسائل والجهود الاجتماعية لمواجهته وتحسينه لا بد أنك تواجه هذه المشكلة وتضع لها حل هذا الحل يكون حل علمي تضع لها حل وهذا الحل يكون حل علمي طيب نواصل فيما يخص مشكلة البحث مشكلة البحث هي تنصب على الجوانب المرضية والجوانب السوية في المجتمع والبيع يمكن أن تنظر لها في الجوانب المرضية التي تعتبر أشياء غير السوية في المجتمع يمكن أن تكون أكثر على الجوانب السوية سواء كانت في البيع أو في المجتمع هذا فيما يخص مشكلة البحث الجوانب السوية وغير السوية يعني نخليها إلى المرضية يمكن أن نقول السوية الجوانب السوية والجوانب غير السوية في المجتمع يعني هذه مشكلة البحث تنصب على هذه النقاط أما المشكلة الاجتماعية فهي ترتبط بالجوانب التي يصطلح على تسميتها بالجنوى الجوانب المرضية في البيئة والمجتمع يعني الجوانب الغير السوية في المجتمع هنا الجوانب غير السوية طيب مشكلة البحث والمشكلة الاجتماعية من الأخطاء الشائعة جدا الخلط بين مشكلة البحث والمشكلة الاجتماعية يعني كل واحدة لحالة مشكلة البحث لحالة والمشكلة الاجتماعية أيضا لحالة فلا نخرج بينهما ومشكلة البحث أوسى حدودا ومدلولا وأكثر شمولا وامتدادا من المشكلة الاجتماعية يعني مشكلة البحث هي تعتبر أكبر من المشكلة الاجتماعية هي أكبر من المشكلة الاجتماعية مشكلة البحث هي أكبر من المشكلة الاجتماعية طيب عندنا العوامل المؤثرة في اختيار المشكلة العوامل المؤثرة في اختيار المشكلة يعني فيها أشياء أنت عندك مشكلة معينة وتريد أن تختار هذه المشكلة فيها أشياء تؤثر في هذه المشكلة من ضمن هذه الأشياء الهدف من البحث هي تقريبا خمسة عوامل إن شاء الله سنذكر خمسة عوامل هذه العوامل الجميعoca وقتة تؤثر في اختيار مشكلة البحث الهدف من البحث توجد عدد عوامل تحدد الهدف من البحث هذه العوامل هي منها دافع العلمي والدافع العملي الدافع العلمي أن يكون البحث نظري هذا هو خدمة العلم بالدرجة الأولى بحث نظري هي تقدمت المجكلة التلابة في ال Gran الหجال العلوم الأاجتماعية في بصفة عامة Sü siamo阿싹 التي تردى العلوم舐時veКثتي success sokak يعني هذه تنساعد على حل مشكلات المجتمع 왜� potentال بنية الهدف من البحث دائماً حل مشكلة معينة مثل البحث الذي يت 1914 أجن pe kombin Maine ذات مشكلة إدمان المخدر Тumbia ويقوموص ويقوموص والطلق هذا هي مشاكل في المجتمع هذا يسمى لنا بالبحث العاملي يسمى لنا بالبحث العملي أيضا من العاملة التي تتأثر في اختيار المشكلة الفلسفة الاجتماعية والسياسية للدولة ففلسفة الدولة السياسية والاجتماعية والمعتقدات البيئية الساعدة فهي مجتمع تؤثر تأثيرا كبيرا في تحديد مشكلات البحث والاتجاهاته ومياديني فسياسة الدولة تؤثر في مشكلة البحث المحتقدات العادات التغاليد كل هذه تؤثر في مشكلة البحث فمثلا المجتمع السعودي يمكن أن يكون لديه بعض المشاكل إذا فرضنا أنه مثلا البطالة كنت تكون هذه مشكلة تحتاج إلى علاج إلى علاج وأيضا عندنا موضوعات غير مرغوب فيها مثل الشيزوذ الجنسي فهذه الأشياء ممكن أنها تؤثر أو تعتبر هي مشاكل يمكن معالية من خلال البحوث العلمية من خلال البحوث العلمية عندنا ثانيا العوامل المؤثرة في اختيار المشكلة العوامل المؤثرة في اختيار المشكلة هذه الرغم الثلاثة تمويل البحث فالبحث هل هو كبير أو صغير أو هو متوسط إذا كان البحث يتبع لفرد واحد فهو بحث صغير لأن البحث تترتب عليه تكاليف مالية فالبحوث الكبيرة تحتاج إلى جهات لتمويلها هذه الجهات تمكن تكون وزارات تكون مؤسسات تكون شركات أو أحيانا حتى الدولة ممكن أن تمويل هذه البحوث وفي هذه الحالات يجب على الباحث يقناع الممول بأهمية البحث يعني أنت كباحث عندك مشكلة معينة تريد أن تناقشها عندك مشكلة البطالة إذا أغنحت الدولة ممثلة في وزارة العمل بأن هناك مشكلة حقيقية في الدولة وأنا أريد أن أقوم بإعداد بحث يساعد في علاج هذه المشكلة يمكن أن الدولة تغنع الدولة ويمكن الدولة أن توفر لك تمويل وأيضا على الباحث أن يختار موضوعا يتفق مع اهتمامات جهة الممولة يعني أنت الآن عندك بطالة يعني لا يمكن أن تنشي البطالة إلى وزارة الصحة لكي أن تقول لك البحث لا إذا كان عندك بطالة أمشي لوزارة العمل لازم تختار الجهة التي تتناسب والبحث أيضا العامل الرابع الذي يؤثر في اختيار المشكلة مدى توافر الإمكانيات العلمية اللازمة للبحث والإمكانيات العلمية المتاحة للبحث من مناهج وأدوات قياس وعدد باحثين في تحديد مشكلات البحث يعني أن البحث يحتاج إلى أكثر من باحث يحتاج إلى أشخاص متخصصين مثل في التحليل البيانات يعني أشخاص إحصائيين فهذه كل إمكانيات محتاج إلى أجهزة كمبيوتر محتاج إلى طابعات محتاج إلى ورق يعني هذه إمكانيات مادية وفي إمكانيات علمية الإمكانيات العلمية يعني يمكن الشخص يكون البحث خاص بالأساليب مثل الاقتصاد الإسلامي يعني يحتاج إلى الشخص متخصص في الاقتصاد ومحتاج إلى شخص آخر متخصص في الفقهة وفي الشريعة لأن هنا الآن أصبح محتاج إلى شخصين هنا في تداخل علمي في تداخل علمي في الاقتصاد وفي الشريعة الإسلامية وأصبح من المعروف في الوقت الحاضر الاشتراك عدد كبير من الباحثين في بحث واحد نفسي ما ذكرت الآن ممكن تحتاج إلى أكثر من باحث في البحث الواحد وهذا ما نسميه بفريق البحث المختلق عندنا خمسة العامل الشخصي وهنا يجب على الباحث التحرر من خبراته وإحساسه بالمشكلة وقيمه واتجاهاته الدينية والعرفية يعني الشخص لازم يكون محايد ما يميل لجهة معينة ولا يتأثر بأشياء معينة يعني الشخص ما يقحم أهواءه ونزعاته الشخصية في البحث هذا الإطلاق طيب الآن نتحدث عن كيفية اختيار مشكلة البحث كيفية اختيار مشكلة البحث مشكلة البحث يمكن اختيارها من النقاط التالية أربع نقاط من هذه النقاط العامل الشخصي والتدريب والصدفة والظروف والأفكار الشائعة أربع نقاط يمكن أن نختار من خلالها هذه المشكلة العامل الشخصي والتدريب والصدفة والظروف والأفكار الشائعة هذه كلها يمكن أن تساعدك في اختيار مشكلة البحث إذا كنت شخص عندك خبرة في مجال معين أو تدربت في التخصص معين أو شهدت شيء بالصدفة أثر فيك ورأيت أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة علمية وإلى بحث علمي وكذلك الظروف والأفكار الشائعة التي يتناولها مثل تجدها متداولة بصورة كبيرة في الإعلام في وسائل التواصل الاجتماعي يمكن موضوع يكون يأخذ ترند عالي هذه ممكن تكون أفكار تساعدك في اختيار مشكلة مشكلة في البحث طيب ننظر رابعا المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لاختيار مشكلة البحث المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لاختيار مشكلة البحث طيب هذه المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لاختيار مشكلة البحث هي يمكن أن تكون بيانات ثانوية ويمكن أن تكون بيانات أولية البيانات الثانوية نعني بها الكتب والمراجع والدوريات الدوريات هذه المجلات العلمية طبعا الدوريات هذه عندها تختار الدوريات المتخصصة على حسب تخصصا إذا كنت شخص متخصص في المحاسبة فتختار الدوريات المتخصصة في المحاسبة كذلك الإنترنت والاطلاع العام هذه كلها نسميها بالبيانات الثانوية تعتبر هذه مصادر يمكن الاحتماد عليها في اختيار مشكلة البحث البيانات الأولية ونعني بها الدراسة الاستطلاعية يمكن الشخص يعمل دراسة بسيطة خفيفة في جزء معين من مجتمع الدراسة والتي فيها يتم جمع البيانات حول المشكلة والتأكد من مدى مناسبة اختيار هذه المشكلة خامسا عندنا الأسس التي يقوم عليها اختيار المشكلة هذه المشكلة تقوم على أسس وهي سبعة أسس واحد إحساس الباحث للمشكلة وشعوره بها يعني لازم الباحث يحزق المشكلة واثنين أهمية المشكلة ومدى خدمتها للمجتمع هل هذه المشكلة مهمة أو غير مهمة هل هي ممكن تفيد المجتمع أو لا ثلاثة تدريب الباحث وتمكنه يجب أن تكون المشكلة في ميدان تخصصي يعني الباحث لا بد أن يكون متدرب على هذه المشكلة يعني على موضوع المشكلة وفي نفس الوقت يجب أن يكون أو تكون هذه المشكلة في تخصصه يعني أنت متخصص في المحاسب يجب أن تكون المشكلة محاسبية أنت متخصص في الهندس يجب أن تكون المشكلة هندسية أربعة جدية الموضوع وعدم التكرار غير المخصوص يعني ما تحاول تكرر بحث تم تناوله سابقا من قبل أشخاص أو من قبل الشخص خمسة توفر المصادر والمراجع العلمية يعني لازم المصادر الثانوية والأولية التي ذكرناها في رابعا سابقا يجب أن تكون توفر متحبا بالنسبة لكتكتب في مصادر في دوريات إلى آخر ستة مدى توفر المكانيات المادية والبشرية يعني عندك القدرة المالية وكذلك عندك من يساعدك في جمع المعلومات وإعداد هذا البحث وحل هذه المشكلة وسبعة مراعاة الزمن المحدد للبحث التي هي هذه الاستراتيجية تضعي استراتيجية معينة تساعدك في إنجاز البحث في وقت المحدد وربما أنه في بعض البحث يحفي عنها الزمن إذا تجاوزت وقتها وزمانها إذا تجاوزت وقتها وزمانها سادسا سياعة المشكلة كيف نكتب المشكلة أولا نحدد الموضوع وهو الموضوع هذا عنوان البحث تحدد عنوان البحث ويكون موضوع فريد لم يتم تناوله سابق ثانيا تحديد النقاط الرئيسية والفرعية للمشكلة هذه المشكلة ممكن تكون تتكون على عدة نقاط إذا كانت فيها أكثر من نقطة ممكن تحدد النقاط الرئيسي والفرعية لهذه المشكلة ومن ثم تحديد العوامل الرئيسية التي دفعت الباحث لاختيار المشكلة أنت لماذا اخترت هذه المشكلة وما هو الذي دفعك لاختيار هذه المشكلة و العمل على حل هذه المشكلة أربعة بالتعرف بأهم الدراسات السابقة المتعلقة بالمشكلة لا تكتب على الشاشة لا تكتب على الشاشة لا تناول لك أن ترجع إلى بحوث سابق هذه البحوث ستكون تناولها نفس الموضوع يعني تناول الموضوع بطريقة أخرى أو تناولة شبيل وتستفيد من هذه الدراسات السابعة لكن عموما لازم دراسك تكون مختلفة عن الدراسات السابعة خمسة التعرف على الصعاب المتوقعة هذا التكتيك في صعاب متوقع في صعاب غير متوقع أود أنك تتعرف عليها وتضع عليها الحلول ستة تحديد مسلمات البحث الفروضة لا بد أنك في أشياء مسلم بها ثوابت البحث تحددة وفروضة البحث التي تجيب عليها من خلال نتائج البحث سبعة تحديد نوع الدراسة ومصادر البيانات هل الدراسة تحليلية هل الدراسة التاريخية وأيضا تحدد مصادر البيانات من أين تحصل على البيانات وأدوات البيانات نفسها كيف تجمع هذه البيانات طيب عندنا ملاحظات وتعليقات عامة اللي هو ما هو الفرق بين البيانات والمعلومات طبعا البيانات هذه عبارة عن بيانات إحصائية ودائما تكون عبارة عن البيانات تنقسم إلى نوعين في بيانات كمية وبيانات نوعية البيانات الكمية هي عبارة عن أرقام والبيانات النوعية هي عبارة عن حروف وكلمات ورموز درسوا في مبادئ الإحصاء أما المعلومات هذه ممكن تكون معلومات تم الحصول عليها من كتب من دوريات إلى آخرين الفرق بين الاتصال والتواصل الاتصال هي المقابلة المباشرة عن المباشرة والتواصل اللي هو الديمومة على فعل شيء معين والفرق بين الظاهرة والمشكلة أيضا الظاهرة هي شيء منتشر في المجتمع ملاحظ أصبح شيء يعني غير محتاج في المجتمع سابغا أصبح جديد في المجتمع هذه المسماعة بالظاهرة أما المشكلة هي ممكن تكون مشكلة علمية بحتة يعني شيء يحتاج إلى حل إلى حل عني عندنا بعض الأسئلة فيما تبقى من زمن نطلع عليكم بعض هذه الأسئلة نحن انتهت شرحنا لهذه المحاضرة اليوم وعندنا بعض الأسئلة مع إجاباتي مفهو مشكلة البحث ألف موضوع يحيط به الغموض ب الظاهرة تحتاج إلى تفسير جيم قضية تكون موضع خلاف دال جميع ما سبق والإجابة هي دال نوضحها باللوم مختلف عن الإجابات الأخرى جميع ما سبق مشكلة البحث هي موضوع يحيط به الغموض وأيضا هو يعتبر ظاهرة تحتاج إلى تفسير وقضية تكون موضع خلاف سؤال آخر من شروط البحث العلمي ما يلي من شروط البحث العلمي ما يلي ألف تحقيق أهداف عامة غير شخصية فالالتزام بالحياد والموضوعية جيم ألف زايد ب دال لا شيء مما سبق والإجابة هي جيم هي موضحة باللوم مختلف ألف زايد ب من شروط البحث العلمي ما يلي تحقيق أهداف عامة غير شخصية وكذلك الالتزام بالحياد والموضوعية السؤال الثالث الهدف الأساسي من البحث العلمي هو واحد التحقيق رغبة شخصية با الوصول إلى الحقيقة العلمية جيم ألف زايد ب دال لا شيء مما سبق الإجابة هي با الوصول إلى الحقيقة العلمية الوصول إلى الحقيقة العلمية سؤال الآخر من مراحل البحث العلمي من مراحل البحث العلمي ألف مرحلة تخضيرية ب مرحلة ميدانية جيم مرحلة نهائية دال جميع ما سبق والإجابة هي دال جميع ما سبق ونلاحظ أن الإجابات هي بلون مختلف الإجابات هي بلون مختلف جميع ما سبق المرحلة التخضيرية هي نظرية نفسها نعم هي النظرية هي النظرية نفسها فقط نفس المرحلة الميدانية تسمى بمرحلة العملية المرحلة الميدانية أيضا تسمى بمرحلة العملية المعنى واحد سواء كتبنا مرحلة ميدانية أو مرحلة عملية أو مرحلة تحذيرية أو مرحلة نظرية المعنى واحد طيب عندنا خمسة التصميم المنهجي هو عملية اتخاذ القرارات التصميم المنهجي هو عملية اتخاذ القرارات ألف قبل ظهور المواقف بأثناء ظهور المواقف جيم بعد ظهور المواقف دال ليس له علاقة بالمواقف والإجابة هي ألف قبل ظهور المواقف التصميم المنهجي هو عملية انتخاذ القرارات قبل ظهور المواقف طيب ستة مشكلة البحث تنصب على مشكلة البحث تنصب على ألف الجوانب المرضية بأ الجوانب السوية جيم الجوانب المرضية والسوية معا دال لا ترتبط بأحد الجانبين الهجابة هي جيم الجوانب المرضية والسوية معا مشكلة البحث تنصب على الجوانب المرضية والسوية معا عندنا السؤال رابع سبعة من الخطأ الخلط بين مصطلحي مشكلة البحث والمشكلة الاتماعية لماذا؟ لأن ألف مصطلح المشكلة الاتماعية أوسع من مصطلح مشكلة البحث بأ مصطلح مشكلة البحث أوسع من مصطلح المشكلة الاجتماعية جيم كلاهما يعني شيئا واحدا لذلك لا ضير بالخلط بينهما دال لا شيء مما سبق الإجابة هي بأ مصطلح مشكلة البحث أوسع من مصطلح المشكلة الاجتماعية مصطلح مشكلة البحث هو أوسع من مصطلح المشكلة الاجتماعية سؤال آخر من عوامل تحديد المشكلة من عوامل تحديد المشكلة ألف الفلسفة الاجتماعية والسياسية للدولة با تمويل البحث جيم عوامل شخصية دال جميع ما تقدم جميع ما تقدم والإجابة هي دال جميع ما تقدم من عوامل تحديد المشكلة الفلسفة الاجتماعية والسياسية للدولة وتمويل البحث وعوامل شخصية وعوامل شخصية هذه هي المحاضرة اليوم وأسئلة طرحناها عليكم عن هذا اللقاء عندنا أسئلة خارجية تبقى لنا تقريبا دقيقة واحدة دعنا نطرح فيها سؤال واحد السؤال هو من شروط البحث العلمي ما يليه من شروط البحث العلمي ما يليه ألف تحقيق أهداف عامة غير شخصية بأ مراعاة الزمن المحدد للبحث جيم تحديد الموضوع دال جدية الموضوع وعدم التكرار غير المقصود أنا في حد يعرف الإجابة السؤال مرة أخرى من شروط البحث العلمي ما يليه ألف ألف صحيح من شروط البحث العلمي تحقيق أهداف عامة غير شخصية تحقيق أهداف عامة غير شخصية هذا هو الإجابة على هذا السؤال إجابة على هذا السؤال نتوقف إلى هذه النقطة العمل إن شاء الله ننتقل بكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رابط المحاضرة المحاضرة تحميلها مباشرة من المحاضرات المرة الفاتتة الفصل الماضي كان تحميل المحاضرة يرسل برابط لأننا نعمل على تدارس مباشرة إن تدخل على المحاضرة وإن شاء الله تستطيع أنك تحمل المحاضرة تستطيع أنك تحمل المحاضرة إذا أكواجهتكم أنها مشكلة ممكن تستعيني بالدعم الفني في تغنية المعلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته